دبلوماسياً أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تطلعه بكل ثقة للقمة القادمة في الجزائر المزمع عقادها في الفاتح والثاني نوفمبر القادم ودع أبو الغيط خلال كلمة اليوم بالدورة الثامنة والخمسين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بأن تكون هذه القمة محطة مهمة في تاريخ العمل العربي المشترك وأن تكون سبباً للالتئام والوحدة وتعبيراً أصيلاً عن الرأي العام في البلدان العربية الذي يرغب في رؤية زعمائه وقد اجتمع شبلهم وتوحدت كلمتهم أننا نتطلع بكل ثقة للقمة القادمة في الجزائر في أول نوفمبر القادم بإذن الله وندعو الله أن تكون محطة مهمة في تاريخ العمل العربي المشترك وأن تكون سبباً للالتئام والوحدة وتعبيراً أصيلاً عن الرأي العام في بلادنا الذي يرغب في رؤية زعمائه وقد اجتمع شملهم وتوحدت كلمتهم ولأجل هذا الهدف السامي يتحتم علينا معالجة أي خلاف واحتواء أي مشكلة ووضعين نصب أعيننا على الدوام المصلحة العربية العليا حرصين كل الحرص على متانة الرابطة التي تجمعنا جميعاً والله وليه الطفل